السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكوا اصحابي انا احمد شيتو. سبق قبل كده وكنت عملت فيديو يا جماعة اتكلمت فيه عن بديل ممتاز جدا لبرنامج انترنت داود مونيتجر. هو بصراحة البرنامج جواز جدا. وانا شخصيا يعني بشتغل به. وخصوصا انترنت داود مونيتجر برنامج جميل وكل حاجة. بس ليه يعني مؤرف بصراحة. يعني مسلا ما بيحملش من تورنت. اه مسلا ما فيش فيه الا او يعني ما هوش مجاني هو بس بيديك تلاتين يوم بعد كده اقول لك ايه فعلني فعلني فلازم نشوف بديل. النهاردة ان شاء الله معي بديل يا جماعة قوي جدا جدا برنامج بصراحة. اه يعني البناء اللي عامله واحد فنان. ناس ريقى هو ناس مطورين عاملينه. اه يعني مش شركة ولا حاجة يعني. بس بصراحة الناس دي تعارفين يا جماعة بتفهم. عمليه برنامج التحميل بتاعه سريع جدا. البرنامج برضو فيه اه اداب يعني بتضفع على البراوزر عشان تحمل من اي حاجة براحتك. هنشوف طبعا كل الكلام ده في موضوع حاجة الناردة عشان بس الموضوع ما يطولش مننا يعني. فكل ده هنشوف حاجة الناردة ان شاء الله. بس اكيد لو شفت البرنامج وعجبك وستفدت مني حاجة. ما تبخالش عليك تدعمني او سعيدني في ناش الفيديو عن طرين تعملي لايك. اشترك في القناة لو انت مش مشترك. فعزار الجرس يدي لي كومنت جميع زيك كده رايق يساعدني كده يعني ايه في ناش الفيديو. وبدون اغي كتير. يلا بينا عشرح يا شباب. اه طبا شباب ورجع نضر لبعض الانترو كالعادة نخش اعطوك في موضوع الحلقة. طبب بصوا شباب انا هسيب لكم لينك فيه صندوق الوصف او فيه اول كومنت ومثبت اللينك ده ضغط عليها هيبتع لك اللي هو الصفحة دي دي صفحة اللي اسمها بتاعت احميل البرنامج. هتجي هنا على كلمة دولوت اضغط عليها. هتلاقي هنا اكتر من حاجة اللي اخبرنا كمان البرنامج ده متاح للوندوز ومحتاج ومتاح للماك ومتاح كمان للينكس. بس الخيانية طبعا نشرح نضع على الوندوز. ودي نسخ كمان بورتابول. بورتابول دي مش فتاكة تسطيب يعني. بس نفسحة بمفضلاش. فانت اضغط علي دي. دي النسخ اللي هتنزل تثبت. انا طبعا محملها بشكل مسبق قبل كده. اللي هي ديها كده. مسحة مية وعشرين ميجا بايت تقريبا. فهنصل طبعا بايه? بشكل طلقيق او بشكل طبيعي جدا يعني. هنا دي اي اخطره مش مشكلة. تسطيب طبعا طبيعي جدا يعني. طيب اقوله هنا كده. والبرنامج هيبتاق يشتغل معنا. اول ما هتشغله برنامج يا شباب. هتلاحظوا طبعا يعني البرنامج بسيط جدا. جماعي البرنامج فيه بساطة. البرنامج تغطينا هنا على علامة الزائد ديت. هلا بقى هنا في ميزة جميلة جدا مش موجودة في ال اي دي ام وموجودة في البرنامج ده. ايه هي اللي هو التورنت. ان هنا انت تقدر تحمل هنا بملف تورنت. تاخد الملف وتسحبه ترميه هنا وتقول له صنبت. هيحامل معك تورنت. طبعا الميزة دي مش موجودة في ال اي دي ام. ده غير طبعا البرنامج ده مجاني وال اي دي ام بعد تلاتين يوم بقى يقعد يصدعها لكل اكفعالني والكلام ده كله. طيب هنيجي مسلا هنا دي وهجيلها دلوقتي. بس هيقول لكم دي بتاعت ايه? البرنامج ده بيدعم ان انت تحمل الملف عن طريق انك تاخد القبيلينك او تاخد اللينك بتاع الملف زات نفسه ترميه هنا وتحمله او ان انت هتحمله من البراوزر زات نفسه. هنشوف الطريطين مع بعض. اول طريقة لو انا فرضا يعني ركزوا معاش تفهم انا قصت ايه? فرضا مسلا ملفزة ده على الفايرفوكس. انا طبعا لو ضغطت عليه كده بشكل طبيعي. هيظهر معايا ده برنامج برضوك انا كنت يعني كنت شرحته قبل كده ده برضوك بديل ال اي دي ام اسمه نيت. عمت انا هنسيب لكم لينك حلقة البرنامج ده لو حد عايز شوفه يعني. المهم ده مش موضوع حلقة النهاردة. هيحمل بالبرنامج ده. طيب انا مش عايز احمل بداية عام شيته انا عايز احمله بالبرنامج اللي هو الموتريكس اللي احنا اللينك ده هنا كده. وتقوله بعد كده هنا صنبت. لو ناخد بانا البرنامج بها هو بدأ هيحمل الملف. وبسم الله مشاركة سريقة جدا بصراحة البرنامج ده بمميزة جماعة بصعوده جدا. انا مش عارف اه يعني انا بحس صعوده مش طبقية بصراحة يعني. ودي اسم الملف كمان وهيحمل معنا عادي بشكل طبيعي عادي جدا. وطبع لما عملته هتظهر معنا في الويتنج هنا طبعا اه. طيب دي كده كده اول طريقة لو انت هتحمل اي ملف من عن نت. عن طريق انك تاخد القابل لينك بتاعه. طيب لو انا بقى عايز ايه? احمله من البراوزر على طول مباشرة. هتتعامل ازاي تركيزه معي. هتيجي هنا كده على الضبب. بعدك هتيجي هنا على كلمة لاب. اضغط عليها. بعدك هتلا عندك هنا حاجة اسمها موتريكس كروم اكستينشن. اضغط على جيت. من كده هيفتح معنا الصفحة دي. هننزل تحت كده يعمل سكرول داون. بص. لو انت بتستخدم مسلا جوة كروم او اللي هو من الصفحة اي جي بتاع الميكروسوفت او اللي هو اوبرا. اضغط على اللينك ده او الاختيار دا يعني. انا مسلا بشغل بالفير فوكس فهيختار الاختيار بتاع الفير فوكس ده. هضغط عليه هنا كده. هيفتح لك اللي هو المتجر الخاص بالفير فوكس اللي لت بتنزل منه الادوات وكده. قل له هنا اد تو فير فوكس. بعدك هقول له هنا كده اد. قل له هنا كده اوكي. هتلاقي ادى صغيرت معناه هنا هي. اوف عليها هنا كده. بقى اقول له هنا اضغط على الضب. هيجي معناه الشكل ده. اضغط بس على داركم عشان ايه? انا اللون ببس بتعيب لي عيني يعني. طيب لو ما يجيب لي الصفحة دي انا كده اعمل فيها ايه? ركز معي الصفحة دي اهم حاجة فيها اللي هو اللي هي اول خانة دي دي اهم حاجة في الصفحة دي كلها. طيب اعمل فيها ايه? هتسبها خالص كده. يبتقي بتاعي البرنامج تاني. تعال هنا كده على كلمة انزل تحت هتلاقي عندك حاجة اللي هي اسمها وهنا فاضية هين. بس هتلاقي عندك في الفين هنا كده في شكل مربع او مكعب. اضغط عليه كل ما هضغط عليه اللي 활동 تاخد بالك هتلاقي بيجيب لك كلمة جديدة يعني بظل كده كل ما علمت عليه هتلاقي بيجيب لك كلمة جديدة. يخити اي كلمة منهم مش فرقة. اي كلمة مثلا الكلمة ازاي كده. هتخدها هنا كده plat كنترول سي وهتيجي على الصفحة دي هنا كده وتحط الكلمة دي اللي انت خلطها كابي وتحطها هنا. وتقوله هنا كده اهم حاجة اضغطوا على دي كزا مرة كده. ماشي? بقى هتيجي على برنامج هنا كده وتقوله هنا اهم حاجة برضو. اما ضغط كده البرنامج هيرسل معنا يعني هيقفل وارجع افتح تاني. تعال بقى نجرب الموضوع بقى ازا ما تركه نحمله عن طريق البراوزر. هنقفل ده هنا كده خالص. المساعدة كده خالص يا معلم. ماشي. واهم حاجة ايه? اقفل البراوزر. ناخد بس اللينك ده كابي. وقفل البراوزر كله عادي خالص. بعد كده ارجع. افتح البراوزر تاني. ادي اللينك هنا عزيني نحمله. لو خدنا بالنا مبدئيا كده. انت لو جيت انا عملت كليك المين. هتلاقي تحت في اختيار زهار لك جديد. هو اسمه دي اول حاجة. الحاجة التانية انا بقى لو جيت انا بتغطى كده على كلمة الدولود دي كده اللي هو عن طريق الشمال يعني. اه بص يا جماعة هتلاقي في رسالة هتلاقي في الجنب هنا هو. ولو فتحت البرنامج هيلاقي البرنامج بيحمل معانا بشكل طبيعي عادي جدا. يبقى انا كده خلاص شغلته عن طريقين? طريق ان انا هاخد كابي لينك زي ما اتركه في الاول. او عن طريق ان انا اه يعني شمال يتحمل معايا عادي جدا. فبس يا جماعة دي كده كانت اهم الحاجات يعني انت موكم محتاجة في البرنامج. طبع لو دخلت هنا على الضبط بقى. في مسلا هنا ايه موكم تقول له هنا اللي هو انت مجادمة يعني تقيد الكمبيوتر هو يشتغل معاك تلقائي. في مسلا في هنا موكم تقول له لو البرنامج على طول ياسا في او حاجة اللي هو يعمل على طول من نفسه يعني. قلو نصيب ان دبلاي. سيا يا جماعة فيه برضوك معلومة مهمة جدا جدا. عايز اقول لكم. لو انت جيت ساعة اه بتاع ما اشتغلش معاك. يعني عملنا هنا كده. وجيت انت دلغت هنا كليك شمال. لقيته ما بيجيبش على البرنامج. ما بيجيبش على البرنامج. فما تقلقش سهلة جدا. هتيجي هنا على اللي هو يعني هتخش على الضبط هنا كده. بقى تيجي هنا على وانزل تحت غير البتاع دي. دي حتى زي ما قلنا هنا دي كل ما ضغط على شكل المكعب ده بيغيرها لغيرها واخد كلمة جديدة. اخد كلمة جديدة مناه. وارجأ حطها تاني في الصفحة اللي كانت في الفاير فوكس. طب تجيبها تاني انت كمان منين. لو جينا هنا كده ضغطنا هنا كده. وقلنا هنا كده. هتلاقي هنا هي. غيرها. يعني انت عملت كليك شمال عادي. وما جابش معاك على البرنامج. فما فيش مشكلة عادي. تعال هنا كده افتح برنامج تاني. وغير الكلمة من البتاع دي كده. غيرها اخد اي شكل اي يعني اخد اي كلمة جديدة. اخدها قبي. وامل بعدها هنا. سيف اند ابلاي. يعني هنا جاي راستر معك. وبعد ما هي راستر. هتخش على الاداة من هنا كده. تضغط على الشكل ده هنا كده. دغط هنا على الضبط. هيجي لك هنا. وتحطي بتاعي هنا الجديدة اللي انت خدتها. وتقوله هنا. مجرب طبعا ايه في البراوزر وارجع افتحه تاني. وان شاء الله هتشتغل معك. فبس شباب ده كان شرح النهاردة. يعني لو الطريقة عجبتك وبرناك عجبت ما تبخلش علي بلايك. كومنت جميع ازاي كده. اشترك في الكنان انت مش مشترك. فاعزار الجرس. وبس كده يا شباب. سلاك.